ماذا لو قام الدب بمواجهة الاسد من سيفوز في هذه المواجهة الاسطورية بين اثنين من اضخم واقوى الحيوانات المفترسة في البرية الاسود بلبدتها المهيبة ومهاراتها الفائقة في الصيد واجه الدببة بقوتها الجسدية الهائلة ومخالبها الفتاكة كل منهما لديه نيزات خليدة تجعل من الصعب التنبؤ بالفائز في معركة كهذه في هذا المقال سنستعرض قدرات كل منهما ونحلل ما قد يحدث ترتقل عن لاقان وجها بوجه واحد الاسد يعرف بلقب ملك الغابة بسبب قوته وشجاعته اثنان تعيش الاسود في جماعات تسمى الزمرة وتتكون من اناث وصغار وعدد قليل من الذكور ثلاثة تعتبر الاسود من الحيوانات المفترسة البارعة في الصيد اربع تختلف الاسود عن باقي القطط الكبيرة بانها تعيش في مجموعات اجتماعية خمس يمكن لزائر الاسد ان يسمع على بعد خمسة اميال ست تتراوح فترة حياة الاسد في البرية بين عشر الى اربع عشر عاما سبع تقوم الاناث بمعظم عمليات الصيد في الزمرة ثماني يعد الاسد من اكثر الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب فقدان موائله والصيد غير القانوني واحد يتراوح طول جسم الاسد الذكر بين 2.5 الى 3.3 انتار بما في ذلك الزيل اثنان يبلغ طول ذيل الاسد حوالي واحد متر ثلاثة يصل ارتفاع الاسد عند الكتف الى 1.2 متر اربع يزن الاسد الذكر عادة بين 150 الى 250 كيلو جراما خمس تازن اللبؤة عادة بين 120 الى 182 كيلو جراما ست يمكن ان يصل طول اللبؤة الى 2.7 متر سبع تعتبر الاسود من افقل القطة الكبيرة في افريقيا ثماني يمتلك الاسد جنجمة قوية واسنان حدة تساعده في القبض على فرائسه وقتلها الدب البني هو نوع من الدببة يعيش في مناطق واسعة تشمل امريكا الشمالية اوروبا واسيا يتميز بلونه البني الذي قد يتفاوت من الفاتح الى الداكن يعتبر من اكبر انواع الدببة حيث يمكن ان يصل وزنه الى 600 كيلو جرام او اكثر يعيش في بيئات متنوعة مثل الغابات الجبال والمناطق الساحلية الدب البني قادر على السبات خلال فصل الشتاء حيث ينام لفترات طويلة لتوفير الطاقة نظامه الغذائي متنوع يشمل النباتات الفواكه الحشرات والاسماك يتمتع بحسة شم قوية تساعده في البحث على الطعام من مسافات بعيدة يعتبر الدب البني رمزا مهما في الثقافات المختلفة ويحترم كحيوان قوي وماهيب الدب البني يتمتع بقدرة عالية على السباحة ويمكنه قطع مسافات طويلة في الماء يعتمد بشكل كبير على حسة الشم لتحديد مكان الفريسة ويمكنه شم رائحة الطعام من مسافة عدة كيلومترات يولد أشبال الدب البني عادة في الشتاء داخل جحور خاصة تعدها الأم الصغار يبقون مع الأم لفترة تصل إلى ثلاث سنوات يتعلمون خلالها مهارات البقاء الدب البني يعيش عادة بين عشرين إلى ثلاثين سنة في البرية وأطول في الأسر يمكنه الجري بسرعة تصل إلى أربعون كيلومترا في الساعة رغم حجمه الكبير الدب البني يعد الدب البني من أكبر أنواع الدببة ويختلف حجمه باختلاف المنطقة التي يعيش فيها على سبيل المثال يمكن أن يصل وزن الدببة البنية في أمريكا الشمالية دببة الجريزلي إلى حوالي 300 إلى 600 كيلو جرام وأحيانا يتجاوز وزنها 700 كيلو جرام يصل طول الدب البني إلى حوالي 2.4 إلى 3 أمتار عندما يقف على قدميه الخلفيتين الذكور عادة ما تكون أكبر وأفقل من الإناث الأسد الذكور البالغة من الأسود تزن عادة بين 150 إلى 250 كيلو جرام ويمكن أن تصل أطوالها إلى حوالي 3 أمتار بما في ذلك الذير الذي يمكن أن يضيف حوالي 90 سنتيمترا للطول الإجمالي الإناث أصغر حجما حيث تزن ما بين 120 إلى 182 كيلو جرام ويصل طولها إلى حوالي 2.7 متر بما في ذلك الذير يمتاز الأسد الذكر بوجود لبدة كثيفة حول رأسه وهي تعطيه مظهرا أكبر وأقوى وتساعد في حماية رقبته خلال المعارك مع الأسود الأخرى الأسد تصل قوة عضه إلى حوالي 650 رطل لكل بوصة مربعة سيء وهي أقل بكثير من قوة عضة الدب البني لكنها مع ذلك تعد قوية بما يكفي للإمساك بالفريسة وقتلها بسرعة تستخدم هذه القوة الفائقة أساسا للإمساك بالفريسة عند العنق وخمقها مما يجعل هذا الأسلوب فعالا جدا في صيد الحيوانات في السافن الإفريقية بفضل هذه القدرة يستطيع الأسد التعامل مع فرائس كبيرة وضخمة وضمان بقائه كأحد أكبر المفترسات في بيئته الطبيعية يعد الأسد رمزا للقوة والسيطرة في مملكته الدب البني يتمتع الدب البني بقوة عضة هائلة تصل إلى حوالي 1200 رطل لكل بوصة مربعة سيء مما يمكنه من تحطيم العظام الكبيرة وتقطيع اللحوم بفعالية هذه القوة الفكية الهائلة تعني أن الدب البني يمكنه الوصول إلى النخاع العظمي الغني بالمغذيات والذي يعتبر جزءا أساسيا من نظامه الغذائي الأسد يعتبر من أذكى الحيوانات في البرية يعتمد الأسد على استراتيجيات معقدة أثناء الصيد يمكن للأسود التواصل مع بعضها باستخدام الزائر والإيماءات يعرف الأسد كيفية استغلال البيئة لصالحه الأسد يمتلك مهارات قيادة جماعية في قطيعه يخطط الأسد لهجماته بشكل جماعي ومنظم يملك الأسد قدرة على التعلم من التجارب السابقة الأسد يعتمد على التمويه والتحين للفرصة المناسبة يستطيع الأسد التعرف على أصوات الفرائس عن بعد يستخدم الأسد الأصوات لتنسيق هجماته مع أفراد القطيع يعرف الأسد كيفية إدارة الموارد الغذائية بفكاء تتعاون الأسود في صيد الفريسة وتقاسم الطعام يستخدم الأسد المناطق المرتفعة لمراقبة محيطه يمتلك الأسد ذاكرة قوية لتحديد أماكن الفرائس الأسد يحدد الأولويات في قطيع الصيد يعرف الأسد كيفية الحفاظ على طاقته أثناء الصيد يمكن للأسود العمل كفريق متكامل لتحقيق الأهداف يعتمد الأسد على استراتيجية المحاصرة للفرائس يتعلم الأسد من أمه كيفية الصيد والبقاء يستطيع الأسد تحليل سلوك الفريسة يتفادى الأسد المخاطر عند الصيد في بيئات خطيرة الأسد يحسن استخدام التضاريس لصالحه يمكن للأسد التكيف مع الظروف البيئية الدب يعتبر من أذكى الحيوانات في الغابات يعتمد الدب على مهاراته في البحث على الطعام يمكن للدب تعلم كيفية صيد الأسماك من الأنهار الدب يمتلك ذاكرة قوية تساعده في العثور على الطعام يعرف الدب كيفية تخزين الطعام لفترات طويلة الدب يتعلم من تجاربه السابقة لتجنب المخاطر يمكن للدب التعرف على أنواع النباتات الصالحة للأكل الدب يستخدم قوته الذهنية لحل المشكلات البيئية يعرف الدب كيفية بناء مآوي آمنة الدب يعتمد على استراتيجيات محددة أثناء الصيد يمكن للدب التعرف على مسارات الحيوانات الأخرى الدب يمتلك قدرة على التكيف مع 1- يمكن للدب البني الرقد بسرعة تصل إلى 35 ميلا في الساعة 2- الدب البني يستخدم سرعته العالية للهروب من التهديدات المفاجئة 3- على الرغم من حجمه الكبير يتميز الدب البني بسرعة ثائقة في الرقد 4- تعتمد الدببة البنية على سرعتها في المطاردة القصيرة للفريسة 5- يمكن للدب البني تسلق الأشجار بسرعة إذا شعر بالتهديد 6- سرعة الدب البني تساعده في البحث عن الطعام بكفاءة 6- يستطيع الأسد الرقد بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة 7- تعتمد الأسود على سرعتها العالية للصيد الفعال في السافنة 8- يتميز الأسد بسرعته الفائقة على مسافات قصيرة فقط 9- تستخدم الأسود سرعتها العالية للإمساك بالفرائسة للسريعة 10- تعتمد الأسود على السرعة للتفوق على فرائسها فيها لمساحاتها المفتوحة 10- يندفع الأسد بسرعة هائلة عند ما يقترب من الفريسة 11- تعتبر سرعتنا الأسد ساحا رئيسيا في الهجمات المفجئة 12- بفضل ساعته 12- يستطيع الأسد للحاقة بالحيوانات لبرية مثل لفظ بأوى الحمر الوحشية 13- إذا أخذنا في الاعتبار أسدا إفريقيا 14- بانثريليو 14- ودبا بنيا 14- عرسس أوكتوز الحجم والقوة 14- الدب البني أكبر وأفقل من الأسد 15- يمكن أن يصل وزن الدب البني إلى 700 كيلو جرام 15- بينما يزن الأسد حوالي 250 كيلو جراما في المتوسط 15- القوة البدنية 15- الدببة تمتلك قوة عضلية هائلة 15- ولديها القدرة على استخدام مخالبها القوية للضرب بشدة 16- الأسد أيضا قوي ولكن ليس بنفس القدر 16- التكتيكات القتالية 16- الأسود تعتمد على السرعة والمهارات الهجومية في القتال 17- الدببة تستخدم قوتها وزنها 18- يمكننا وضع تقدير تقريبي لاحتمالية الفوز لكل من الأسد والدب 19- بناء على العوامل المذكورة 20- الأسد 40% 20- الدب 60% 20- هذه النسب تعكس التفوق الكبير للدب البني في القوة البدنية والحجم 20- لكن الأسد لا يزال لديه فرصة بسبب سرعته ومهاراته القتالية 21-ir- 23- West 21-